الحمد لله إذن الحمد لله الحمد لله الذي أغسر رسوله بالهدى ودين الحق يضيره عن الدين كله وكفاف الله شهيدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وعظيمنا وقائدنا وقرة أعيبنا محمدا رسول الله صلوات ربي وسلاماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الإخوة الأكار أحبتي في الله يعيش الناس لحظات حرجات من فقر وفاقة وضغط اقتصادي وإغلاق للمؤسسات وصرف للموظفين وكل الناس يشكو ثم يعاني أيضا في هذا البلد على وجه خاص من الساسة التجار ومن الساسة أصحاب المشاريع فيخرج علينا ليل نهار بمشاريع وبمبادرات عن قصد أم عن غير قصد هي لا تعود على هذا البلد إلا بما هو أسوأ من هذا الحال أيها الأخ الكريم المبارك يا من تعاني وتعاني وكلنا ذاك الرجل كم وكم نشاهد على أبواب المستشفيات وعيادات الأطباء وأبواب المدارس والمؤسسات من دبوع تذرف وأنين وأنين يصدر من أخواه المحتاجين إلا أن الله سبحانه وتعالى ونبينا عليه الصلاة والسلام قد قدموا لنا أسبابا عظيمة ومفاتيح كبيرة لجذب الرزق صحيح أن الرزق مقصوم ومقدر إلا أن الرزق في مفهومنا الإسلامي ليس محصورا في المال ليس محصورا في المال ومن أعظم تلك المفاتيح والتي أود أن أتحدث عنها أو أن أمر عليها سيئك سريعا في خطبة الأولى وعلى جناح الزرعة على عشرة مفاتيح فلنحرص عليها وليحرص عليها كل عبد يعاني الفقر والحاجة وأن يتوجه إلى الله عز وجل بالسؤال والدعاء إليه وحدة فالمؤمن لا يسأل إلا الله ولا يرسو إلا من الله ولا يعتمد إلا على الله فهو خير مسؤول من أعظم تلك المفاتيح أن تحقق الإيمان الإيمان العميق الذي لا يتزحزح ولا يزلزله شك ولا شبهة إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا لا يزلزل إيمانك شك ولا شبهة ولا دعوة ولا فكرة ولا حذب ولا شبهات تنشر على الفضائيات تريد النيل من دين الله عز وجل ومن منهج نبينا عليه الصلاة والسلام فالخير كل الخير حتى يحكموك فيما شجر بينه ثم لا يجد في أنفسهم حردهم مما قضيه ويسلموا تسليما إيمان إيمان التسليم أطعنا وأولئك هم المفلحون نجاح وفلاح في الدنيا والآخر بإذن الله عز وجل وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمر أن يكون لهم الخير لا خيار لك أمام خيار المولى عز وجل وأمام خيار حضرة النبي عليه الصلاة والسلام أن يكون لهم الخيارة من أمره ومن يعصي الله ورسوله فقد ظل ضلالا مبينا هذا هو المفتاح الأول والباب الأعظم لأبواد الرزق أما الباب الثاني تحقيق التقوى الخشية القلبية من الله سبحانه وتعالى كيف تطلب من مولاك رزقا وافرا ونعيما عظيما وأنت لم تحقق التقوى لم تحقق الخشية القلبية ومن حققها اسمع بماذا وعده الله سبحانه وتعالى اسمع بماذا وعده سبحانه وتعالى قائلا ومن يتق الله إلى كل من يريد الزواج إلى كل من يريد أن يعف نفسه عن الحرار إلى كل تاجر معذر إلى كل من قد أذقله الدليل اسمع إلى وعد الله عز وجل ومن يتق الله يجعل له مخرجا ثم ماذا بعد؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسب إن الله مالغ وأمره قد جعل الله لكل شيء قدرار حقق التقوى معشر الثالث معشر الناس وانعم بنعيم عظيم من الله سبحانه وتعالى وهكذا وعده أما المفتاح الثالث فهو الاستغفار كلنا يذقل كلنا يفرق كلنا يقصر كلنا يرتكب ما قد نهى الله عز وجل عنه أحيانا لكن احرص أن لا تصوف التوبة والعودة إلى الله عز وجل فهي من أعظم الأسباب الذنب الذي يحجب ويمنع عليك الرزق الوافر والبركة في المال والعمر قال تعالى فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا هل تؤخروا الاستغفار بعد ذلك إنزم الاستغفار في الليل وفي النهار وانظر ماذا سيحدث لك وكيف ستشعر بهذا التحول العجيب بوعد الله عز وجل فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء مصدر الخيرات عليكم مدرارا ويمددكم هو نفسه وسبحانه وتعالى بأموال وبنينة ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا المفتاح الرابع والباب الرابع الشكر لله عز وجل وإذ أذن ربكم أي أعلم وأخبر وإذ أذن ربكم لإن شكرتم لأزيدنكم والشكر لله عز وجل لا يكون في الكلام فحز تاجر قد وستع الله عليه في رزقه قد اتقصر بشكره لله أنه يشكر الله تعالى بلسانه بحمدك الله بشكرك ثم يرى ما حوله من نكبات ومصائب تعاني منها الأمة من إخوانه النازحين السوريين مثلا ثم يحجبه تتقاصر يده عن العطاء أو كان وسيطا للعقارات والعمارات لا يرحم الناس أو كان تاجر عقارات لا يرحم الناس لا يرحم المشردين كيف يكون شكر النعمة لذلك الله عز وجل حينما خاضر آل داود قال اعملوا ما قال قوله اعملوا آل داود شكره لم يكن قوله بل قال سبحانه اعملوا آل داود شكره فالمفتاح الرابع مع شكر الله عز وجل بالفعل والقول واللسان والقلب والعقل وإذ أذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذاب لشديد أما المفتاح الخامس وقد يستغرب الواحد منا هذا المفتاح من يعاني الفقرة ماذا نطلب منه هل يعقل أن نطلب منه وأن ينفق هو محتاج هو فقير هو المفتاح الخامس من خلال الإنفاق لأن الله عز وجل وعده في الحديث القدسي أنفق ابن آدم أنفق عليك والخطاب لعموم الناس أنفق ابن آدم أنفق عليك أنفق بلالة هكذا قال عليه الصلاة والسلام ولا تخشى مهما كنت فقيرا مهما كنت معوزا محتاجا ولا تخشى من ذي العرش إقلالا الإنفاق وعد الله عز وجل ربنا سبحانه وتعالى وعد وما تنفق من شيء فهو يخلفه الله تعالى سيخلف عليك نفقاتك ويبالب لك فيما بقي عندك ما من يوم هذا يقول حبيبكم عليه الصلاة والسلام إذا كل إنسان يعاني الفقر والحاجة ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ومن كان ينزلانه كل يوم مع صريحة كل يوم ما من يوم يصبح العباد فيه إلا ومن كان ينزلانه فيقول الأول الأحدهما اللهم أعظم فقا خلفا ويقول الآخر اللهم أعطي ممسكا تلفا الذي أنفق في تلك الصبيحة مع فجر يوم من الأيام الله تعالى جعل ملكا ينادي ويدعو اللهم أعطي منفقا خلفا أخلف عليه الخير يا رب وجعل مناديا ملكا آخر اللهم أعطي ممسكا تلفا مهما قلت تلك الصدقة فهي عند الله تعالى عظيمة إن كانت خالصة عنده سبحانه وتعالى إن حققنا الإخلاص فالله تعالى يتقبلها بل يربيها لتصبح أعظم من جبل أحو بتانو خمسين نراخ بإخلاص بإيمان لا تريد أن يطلع عليها إلا الله ولا تريد مكافأة ولا ثوابا إلا من الله هي عند الله والله تفوق الملايين في بعض الأحيان متى حققت الإخلاص أنفق أيها الأخ الكريم المبارد وسيخلف الله عد وجل عليك أما المفتاح السادس وهذا النداء لكل شاب لكل أخ كريم قد أعرض عن الزواج بحجة في كل يوم ألتقي بعض الشباب تشاوز الثلاثين بك يا أخينا لش من تتدواج الشيخ العيش صعب أضيه ما بتتحمل ومين بدي عيش لولاد وهذا الكلام فيه ثوق أدب مع الله عز وجل بالمناسبة هذا الثوق ظن بالله عز وجل فيه ثوق أدب مع الله أخي اللي ذبرك وذبر بيك وجدادك ما بذبر أبنائك وأبناء أبنائك صحيب الثوق قال تعالى وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنغوا الله من وين من فضل الله واسع عليم وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يقول عمر رضي الله تعالى عنه عجبت لمن يطلب الغنى بغير الزواج فتغنى عليك بالزواج يروى عن بعضهم أنه قال بن جمع وعد الله الغنى بالزواج وبالتفرق وعد الله الغنى أيضا قال تعالى إي يكونوا فقراء يغنهم الله من فضل والله واسع عنه بالزواج وبالتفرق وإي يتفرق يغني الله كلا يعني بزواجه اطلعه ويمشي الحال وإي يتفرقا يغني الله كلا حتى يسمع مشي حالك يغني الله كلا من سعر أما المفتاح السابع حسن التوكل على الله عز وجل هذا الطائر الذي يطير في الجو وشفور طائر صغير الحجم ما عنده عضلات ولا عقل ولا أماغ ولا منطق قال عليه الصلاة والسلام لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لا رزقكم كما يرزق الطيب لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله المشكلة في توكلنا والتوكل كما عرفه المرجع هو صدق الاعتماد على الله في جلب المصالح ودرء المفاسد في أمور الدنيا والآخرة صدق اعتماد القلب لا يعتقد قلبه على مدير ولا على زعيم ولا على نائب ولا على واسطة ولا على حاكم ولا على وظيفة ولا على أب ولا على تركة ولا على ميراث إنما صدق اعتماد القلب على الله قد يئس قلبك من الخب وانحرف نحو الله عز وجل وتوجه إلى الله عز وجل لا يسأل إذا الله لا يعتقد إلا على الله لا يسأل أحبا من الخب من دون وظيفة ركعتين ركعتان في جوث الليل مع دعوات من أعماق أعماق قلبك الله سبحانه وتعالى يهيئ لك لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغذوخ ما خار وتروح بظاما أما المفتاح الزام فهو صلة الرحم كم مضى من زمن لم تذر خالة أم عمة أم أخر أم أختا بل الأشد من ذلك قد قطعت أمما أم أباه ونبينا عليه الصلاة والسلام يقول من صره أن يبثط له في رزقه قد تشكلك يمكن لك أسبوع بعد ما زرت أمك الأسبوع لك ما متصف فيها بالتليفون ولا ريثانة مش في أولوياتك أما الجروبات والمشموعات ممكن أما أمي وبيي وإخواني وخواتي عماتي خالاتي خارج دائرة اهتمام من صره أن يبثط له في رزقه يفتح عليه في رزقه وينسأ له في أفله في عمره فليصل رحمه المفتاح التاسع أيضا قد يستغرب الواحد مننا من أمر يحتاج إلى انفاق وبدل ألا وهو الحج والعمرة يقول نبيكم وحبيبكم عليه الصلاة والسلام تابعوا بين الحج والعمرة تابعوا بين الحج والعمرة لماذا يا رسول الله قال عليه الصلاة والسلام بأمرين اثنين قال فإنهما ينفيان الفقر والذنوب تعاني الفقر وحجر واعتمر والذنب أيضا تعانيه من كثرة الذنوب والآثان والسيئات تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد والذهب والفضة ونخطب بالمفتاح الأخير والباب الأخير الإحسان على الضعفاء على المساكين أستغرق بعض الإخوة ممن يأتيهم سائل فإنهرونه بالكلام والحديد يغلظون الكلام والرد عليه وهذا لا يجوز بحقه أبدا إنما أحسن إلى الناس وإلى الضعفاء على وجه الخصوص ما استطعت إلى ذلك سبيلا يقول حبيبكم عليه الصلاة والسلام هل تنصرون في رواية وترزقون إلا بضعفائكم هل تنصرون وترزقون عندك ولد مسكين ولد مريد عندك شار فقير عندك شار مريد محتاج عجوز مسكين أرملة هل تنصرون وترزقون إلا بضعفائكم توب إلى الله واستغفروه فإنه من تال إلى الله تاب الله عليه ومن استغفر ربهم أخبر الله الحمد لله رب العالمين والعكوة للمتقين والعدوانا إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وليون مبلين الصالحين وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله صلوات رب وسلاماته عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا وبعد أيها الإخوة الأكار ما جرى في الأيام القليلة الماضية من خلال هجمات مباركات وعمليات طيبات نفتها بعض الشباب في الطفة الغربية وفي بيت المقدس يؤشر إلى أمر عظيم وهو أن أهلنا في الضفة الغربية وفي بيت المقدس والقدس قد استعادوا تلك الإرادة العظيمة واستعادوا سلاحا فتاكا ألا وهو إرادة العمل الجهادي والعمل المقاوم غابوا عن الساحة الجهادية فترة صحيحا ذلك قربما من أجل التحضير بارك الله تعالى بجهودهم وقد تنوع بل أبدعوا رغم الحصار والتضييق والملاحقات من الحجر ونراهم يبدعون في كل يوم لا يملكونه حتى السكاكين الكيان اليوم يدرس إمكانية منع السكاكين عن بيوت المقدسيين وفيستبدلوها بأنواع غير حادة فبتدعوا فكرة الدهس بالسيارات والشاحنة ثم بالمقلاع ثم بحرق الإطارات وهم بفضل الله عد وجل سيستمروا في مسيرتهم حتى تحرير القدس والأقصى والأسغى بإذن الله عد وجل لكن ما أود أن أقوله أن التاريخ يا أبناء هذه الأمة وعماء وساسة وقادة هذه الأمة أن التاريخ لا يرحم وأن التاريخ ثياره قوية ومغلمة ولن يرحم التاريخ أحدا فالأقصى قد أغلق لفترة من الذمن وهل علم أحد منا بذلك عالمنا العربي عالمنا الإسلامي زرماءنا وقادتنا مشغولون بل متحرقون في وعد وقتل والقضاء على أي تجربة ولو منوانها خير إسلام الإصلاح مجرد إصلاحه كيف نجهز على التجربة التركية والتي لم ترفع الإسلام شعارا لها كيف نجهز على التجربة المصرية كيف نقضي على التجربة الإسلامية في ليبيا كيف نقضي على الأحرار الثوار المجاهدين على أرض الشام كيف نقضي على المجاهدين بل خزان المجاهدين على أرض اليمن نبذل النفط والبترول والأموال أما أن يغلق الأقصى هل سمعتم بردات فعل لذلك؟ لكن التاريخ لن يرحمكم ولن يرحمنا أين هي ردات الفعل؟ بل أين هو الفعل؟ لن يتحرك أحد سيكتب التاريخ في صفحة كل واحد منا في عام 2014 بدني أحكي علينا بكرة أبناءنا وأحفالنا وذرالينا هي ثلمة بل سوءة في سجل كل واحد منا في كل واحد صاحب عقيدة ومبدأ وضمير ودين أنه قد أغلق الأقصى في حياتك ولم تحرك ساكنا لقد فهم الرعيل الأول تلك الثلة المباركة التي رباها نبينا عليه الصلاة والسلام أنه بعد أن اكتمل الدين لا يمكن لهم حتى على مستوى التصور أن ينقص وفيهم عرق ينبر أقام الدنيا ولم يقعدها الصديق رضي الله تعالى عنه لو منعوني عقالا بك يا أخي حبلة خير كانوا يؤدونه لرسول الله لقاتلتهم عليه الإمام أحمد رحمه الله تحمل كل أنواع الأدى ليحافظ على الكتاب على كلام الله عند وجل على القرآن المعتصم يجهز جيشا عظيما ليلبي إداءة واستغارة الأمراء يبقى صلاح الديني ضحكة وابتسامة لأن الأقصى يئن ويرزح تحت أيدي الصليبين لسان حالهم جميعا في سؤال إنكاري أينقص الدين وأنا حل هذا غير متصور أينقص الدين وأنا حل سيكتب التاريخ في سجلات حياتنا أن الأقصى قد أضرب لأيام أو لساعات سيتحدث عن التاريخ ستتحدث عن الأجال فماذا سنقول لربنا قد اليوم القيامة ما الفتح المحمدي الأول والعمري والصلاحي قدم لنا لنسكت سكوت عار وشنار أن يغلق الأقصى ولن نحرق ساكنان يحتاج معشر الثانة وكل واحد مننا يحتاج إلى ذلك إلى وقفة متجربدة خالصة مع الله سبحانه وتعالى ماذا قدم وماذا سيقدم للقدس للأقصى وللأسرى اللهم صلي على نبينا محمد في الأولين صلي على نبينا محمد في الآخرين صلي على نبينا محمد في كل وقت وفي كل حين اللهم ارحمنا فتنك بنا راح ولا تعجلنا فانفع لنا قادر وقفنا يا ربنا ثم لا ترك في المقادير اللهم إنا نستهدي بك فهدنا نستعين بك فأعنا نتوكل عليك فتحنا نستغيث بك فأغثنا يا الله اللهم يا ربنا يا جاهنا يا وجاءنا حبب إلينا الإيمان وذنبه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفثوق والعخيان واجعلنا من عبادك الراشدين واستعلينا يا ربنا في أرزاقنا وبارك لنا يا ربنا في أرزاقنا اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا واسعا وعملا متقبلا يا رب العالمين أتم على الكتاب والسنة على الجهات وأهل الأهل الزي والفساد وانشر رحمتك على البلاد والعباد يا رب العالمين وانصر عبادك المجاهدين في كل مكان وفي كل أرض يحارم في الإسلام وصلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله الله أكبر الله أكبر أشهد لا إله إلا الله